هذا الكيان من أسوأ أنواع الدول اللي أتشوفها في حياتك قولا واحدا ده بيه كراهك في عشتك بيش بيكراهك فيه هو ده القره بقى خلاص وقيادات جمهورية مصر العربية ورؤساء جمهورية مصر العربية عبد الناصر السادات مبارك وصولا للرئيس السيسي كله بيتكلم في الحتة دي انت بتزيد القر بتكون القر انت مش فاهم انت بتعمل ايه انت فاهم ان انت عايز تاخد أرض الاستقرار هو كده لأمنك أمنك هو كده أبدا مفيش الحل القضية ونرجع لحدود 4 يونيو 67 مفيش الحل ده مفيش اللي تنفيذ قراره الأمم المتحدة 2-4-2 اللي في الدرج محدش حرفت الله عو بيعيد الانتاج دلوقتي الدول العربية كلها هو بتؤكد على منقوبها في هذا الإطار وما فيش دولة العربية مأكدتش ده في هذا الأمر طيب اللي بتعمله اسرائيل دلوقتي ده ايه هو ده اعادة انتاج للفكرة العنصرية اللي قامت عليها اسرائيل وهي أرض بلا شعب لشعب بلا أرض نقول دي تاني ما تقوم به اسرائيل حاليا هو إعادة انتاج للفكرة العنصرية اللي قامت عليها اسرائيل اللي قام عليها الكيان الاسرائيلي وهي أرض بلا شعب لشعب بلا أرض دي دي الفكرة اللي هم شغلين عليها ومش هيسكتوا وهم فاهمين ده يعني ومش هيهدوا إلا ما يعني إخلاق الأرض بقى إخلاق الأرض عشان تبقى أرض بلا شعب يوم هم يخشوا وسيطروا عليها ويقيموا فيها ويحققوا الحلم بتطحن بقى اللي هو إيه إقابة دولة يهودية خالصة حضرتك بقى هتفكر في أي حاجة أنت حضرتك مصري لو حد بيشوفني دلوقتي أكسم بالله العظيم هذا الفكر اللي موجود عند الإسرائيليين تقول لي بقى متطرفين تقول لي معتدلين تقول لي وسائل إعلام تقول لي قوة نعمة عندهم تقول لي ناس بتوح سلام تقول لي مش هي دي الفكرة اللي عندهم كلهم هي دي الفكرة اللي موجودة فحضرتك بقى النهاردة قطع الإنترنت في غزة تطويق غزة ممكن تقوم بالاجتياح البر بتاعك متقومش بية الأمريكان قالوا لك أقوم بالاجتياح لا ما قالوش ليك يطلع الرئيس الأمريكي يقوللك ميقوللك-, خلاص الموضوع مش كده المجدوع مش مش مينجّة دم إحنا متخيلين إنه أحنا نقول لهم عيب اللي أنت بتعملوه ده فيقول لك اه عيب لا هم ما عندهمش العيب هم لا يعرفونا العيب هم لا يعرفونا كرامة هم لا يعرفونا شجاعة لا يعرفون جيش محترم لا يعرفون هم ملوش علاقة بالكلام ده خالص ده جيش حرب بتاع ده مفكك من كل اتجاه يا فندم هو فيه دولة في حالة حرب زي اسرائيل والمواطنين بتوعها بيعملوا هجرة بره بره اسرائيل ليه بيعمل ده لأنه مش أرضه هو مش أرضه مش حتته لكن الفلسطيني المتشبس الرجل اللي بتتقتل مراته وابنه وبنته وحفيته أربعة في ضربة جوية وإيه قالوله روح الحتة دي آمنة ده هم اللي قالوله الجيش اللي قال قال للأهالي روح الحتة دي آمنة قبل كده برضه من حوالي عشر تيام عربية عربية نقل كاملة جدا على المقتورة بتاعة العربية النقل يركب حوالي مية وخمسين متين واحد قالوا لهم برضه روحوا منطقة آمنة احنا مش هنضربها رجبوا الغلابة مواطنين الغزويين أو مواطنين فلسطينيين وهم رجبين صاروخ ناس الحرق العربية كلها نفس النظام اللي حصل اطلع يا عم المنطقة دي آمنة راحوا الناس هناك اتضربوا فالتاني أنا بقول لحضرتك ده ما يحدث حاليا إعادة إنتاج للفكرة العنصرية التي قامت عليها دولة إسرائيل وهي أرض بلا شعب وشعبهم بلا أرض ومش يعني هم فاهمين هم فاهمين أن هم مش حيناموا ولا يهدوا ولا يرتاحوا ولا ضميرهم حيبقى مستقر إلا بحلم الدولة اليهودية بس على مين والمين وهتعملوا إيه هتقتل هتخلي استشهاد أكتر من اتنين واحد من عشرة مليون غزاوي عشان تسيطر على غزة اتنين واحد من عشرة مليون هتخليهم يستشهدوا في سبيل إن هم متمسكين ببلدهم ومتمسكين بالمنطقة يعني إنت بتتكلم في إيه هل إنت وصلت من البجاح والجبروت وقلة الكرامة وعدم الإنسانية وجيش شتات أصلا مالوش علاقة بما يمكن أن نسميه جيش لأنك إنت حضرتك لو جيش محترم إنت لو جيش كف مش هتيجي الدول دي كلها عشان تساعدك عشان تدعمك إنت لو جيش لوحدك هتتهرس إنت لو دولة لوحدك لو جيش لوحدك جيش الدولة الإسرائيلية أو الجيش المحتل الإسرائيلي هتتهرس إنما الأول ما تقول آه أتلاقي كله عايز راحين شو بإسرائيل راحين والدليل دلوقتي طائرات وغواصات وأبراج فالموضوع في منتهى منتهى القسوة إسرائيل لن تحيد عندها زي ما أقول لحضرتك تاني إعادة إنتاج الفكرة العنصرية التي قامت عليها إسرائيل وهي أرض بلا شعب لشعب بلا أرض وهم فاهمين إن ده بيتحقق دلوقتي وفاهمين إن هما بيعملوا في غزة إنه هيبيدوا شعب غزة خالص أو شعب الغزاوي خالص وبالتالي تبقى الأرض بلا شعب فيسيطروا عليها إنت عندك 2-2-1 من عشر أو 2-3 من عشر من يوم مواطن وهل العالم الصامت على استشهاد أكتر من أو حوالي 8000 أو 7500 غزاوي أو 7500 فلسطيني منهم أطفال ونساء وشيوخ وحوالي أكتر من 16000 أو داخل على 16000 مصاب أو جريح هل العالم هيدانه صامت على هذا الأرض مش عارب